اشتركوا في القناة هاللجنة بتساعد بالشأة اللي أكتر روحي بشفاء من نوع آخر هون خلينا نقول أي متى تأسستوا شو أهدافها هاللجنة مثل ما قلت بتهتم بالشأن الروحي أكتر ما بتهتم بالشأن المادي هي من بثقة عن مجلس البطاركي والأساقف الكاثوليكي في لبنان الكنيسة بتنظم عملها الرسولي والرعوي من خلال تقصيم حقول العمل الرعوي لعدة لجين لجنة رعوية الخدمات الصحية هي لجنة منهم تأسست سنة 1992 في لبنان تلبية لدعوة أديسة البابا القديس يوحنا بولوستاني اللي بهالوقت كمان أسس بروما المجلس الحبري لرعوية الصحة نعم وهلأ هي ناشطة من هاك الوقت وبشكل متجدد أكيد وهلأ عنا برامج جديدة من سنة 2008 لحدية اليوم نعم برامج جديدة أو يمكن تطور شوي عم بتكونوا عم بتتوسعوا أكتر عم بتكونوا بأماكن أكتر وين عم بتكونوا شو العمل اللي عم بيكون على الأرض وكيف مين عم بيقوم بهالعمل نعم هلأ يمكن قبل ما فوت بالأورغانيجرامي اللي بفتكر كمان رح نشوفه على الشاشة بدي أحكي كلمة صغيرة عن معنى هالخدمة هايدي وأنا مبسوط أن نكون بإطار هالحلقة معك سترانيا من بعد ما كنا عم نسمع أمور العلاقة بالرياضة وبالصحة البدنية والجسدية يمكن العصر اليوم أكتر وأكتر عم يهتم بالصحة الجسدية بالصحة صحة البدنية بيعملوا كتير ريجيم بيعملوا كتير رياضة يهتموا كمان بالصحة جمالا العلمية كل العالم بدون يكون عندهم سقافة وبدون يكون عندهم مهنة وشاطرين فيها يمكن كمان لازم نكون أكتر وأكتر عم نوعي بعضنا عم نوعي مجتمعنا على أنه كمان الحياة الروحية هي شأن كتير مهم بتركيبتنا الإنسانية منذ البدء وبفتكر منذ الأزل وحتى الأبد أبونا عم نشوف عفوا هون هيك تقسيم العمل أو الأورغانيجرام تبع اللجنة يعني أدى فيه تنظيم وأدى فيه الناس كمان عم يشتغلوا معكم ولا نحن نشير هيك حتى نقدر نعيش هالخدمة الروحية اللي عم نحكي عنها لابد من أنه النظم حالنا مثل ما قالت منبثئ بالتبين معنا بهالأورغانيجرام منبثئ من مجلس البطاركي والأساقفي وبعدين فيها أسقف دايما مسؤول الأسقف الحالي المسؤول هو المطران مارون العمار وياريت منضل على هذيك الأورغانيجرام إذا سمعيني إذن بيرجع بيصير فيه عندنا هيئة إدارية وبعدين فيه عندنا أمانة عامة مقصمة لدوير الدوير لحتى تقول لحتى تجاوب على سؤالك إذا بتحبي اللي هي نحنا وين عم نشتغل وكيف نشتغل نحنا نشتغل مع المستشفيات بشكل عام لحتى يكون فيه عندنا خضور والنشئ الأشخاص كيف ممكن يشتغلوا مع المرضى مع أهل المرضى ومع المحيط الاستشفائي للمرضى يعني حتى بنشتغل مع الأطباء والممرضين والممرضاء والمساعدين وكل المجازين مش رح نعدهم كلهم هلأ في عندنا كمان حق العمل نشتغل معهم يعني شو يلا رح أرجع وصلك بس نكافي الأورغانينا نشتغل كمان على مستوى الأبرشيات والرعاية يعني مش بس لم يكون واحد مستشفى كمان ممكن يكون ببيته وبحاجة لمن يكون حده ومن يريفه وهو دي كلهم بحاجة إنه يكون في عندنا عمل إعلامي مثل ما اليوم نحنا موجودين معكم لحتى نقول إنه شو عم نعمل وشو مهمتنا وفي عندنا عمل إله عليه أكتير لحتى نقدر ننجح بكلها الرسالة لازي يكون في عندنا شيء اسمه تانشيا يعني منعلم الأشخاص من نشئهم ومنوعيهم كيف ممكن نكون إلى جانب المريض هلأ هوني سؤال حضرتك شو يعني نكون حد المريض وشو بدنا نعمل مثل ما بلاشت سألتيني تحت الهواء وبلاشت فيها بمؤدمة حلمة من قبلك على الهواء إنه نسمع الخدمات الصحية بنخمن مثلا مساعدات اجتماعية مادية مين يدفع الكمبيال مين يدفع الفاتورة إلى هوني لا نحن منا لجنة خدمات اجتماعية نحن لجنة خدمات رعاوية روحية المريض إجمالا قدام المرض وخاصة الأمراض المفاجئة وأكتر وأكتر الأمراض المستعصية بيطرح دايما علمات استفهام وجودية ليش أنا؟ ليش هلأ؟ ليش هلأ؟ أنا شو عامل؟ شو عم بيصير؟ وإذا دغري بيطرح علمات استفهام وشو بدو يصير؟ وإذا دغري بيطرح علمات استفهام على علاقته مع حياته على مع أعماله ولكن كمان مع إذا كان خاصة مؤمن مع الله مع سر الوجود وإذا كان فيه الله وهو مؤمن فيه كيف بيعمل فيه هايك؟ ومعقولة الله أنا اللي ماشي ومؤمنه وكل مش مؤثر بشي لأنه دايما في عنا علاقة نفسية هي مانا أصلا فقط روحية ما بين الحالة المرضية والحالة الخطية والشعور بالزنب وإلى ما هنالك لازم يكون فيه شي مسؤولية شي مطرح فلابد من أن نكون حد هالأشخاص مثل ما هو بيحاجي لطبيب ولا ممرد ولا مختبر لحتى يعرف شبه كمان بيحاجي الإنسان أكتر وأكتر يفهم حالته الروحية علاقته مع سر الحياة مع سر الوجود علاقته مع الله دور الإيمان بهذا الموضوع هل يترى ضروري يشفى؟ مين بيقول أنه كل ما بيمرد إنسان لازم يفكر دغري بالشفاء؟ مين بيقول أنه لازم نصلي له أصلا أو هو يصلي ته يشفى؟ المسائلة الضعيفة للبشرية اللي هو موجود فيها ويلي بتتكرر على مدى الأزمان ويلي بقلبه هو بدي يكون قوي وبقلبه بدي يكون عنده إيمان وبقلبه بدي يكون عنده رجاء وبقلبه بدي يكون عنده محبة وبقلبه بدي يكون بسلام وبقلبه بدي يكون بفرح لما بيسألوكم ليش صار فيه هيك؟ شو بتقولولهم؟ هل هو عقاب؟ يعني تفضلت وذكرت الشعور بالزنب عند الإنسان ودايما بيقول الله عم بيقصصني شو عملت؟ هل هالشي صحيح؟ لا لما بيقولوا لك لا في مرض لا بدي يموت خصوص الأشخاص كنا عم نحكي عن الأشخاص اللي بيكونوا منازعين والأشخاص اللي عارفين أنه الموت محطم بالنسبة لألون كيف بتكون المسائلة أنا أكيد أنه في أشخاص اللي عم بيحضرون أبونا عم بيحضرون أبونا بس هلأ بدي باليش أنا وياكي بجزء من اللي منعملوا بالتنشئة اللي عنوانه الأساسي بمحاور التنشئة أنه عدم الإيجابة على تساؤلات المتألمين نحن مش هدفنا نجاوب نحن هدفنا أنه نساعدهم يطرحوا الأسئلة السليمة والصحيحة وهن يقدروا يكونوا خلاقين للمعنى بالحالة اللي هن موجودين فيها لأنه بكل بساطة بإيجادها علميا وروحيا وباختبارنا باعتقد أنه أصدق جواب هو ما بعض ومش ضروري نعرف اللي لازم نعرفه أنه الحياة ببعدها المادة وحتى ببعدها الروحي منا كاملة وبالتالي ممكن يكون فيه هالنوع من الضعف اللي موجود بتركيبتنا الجسدية مثل ما هي موجودة بتركيبتنا النفسية وإيلا مانين هوني الإنسان أكتر أصلا هو مش بحاجة بسة يعرف ليش هو مرد أو ما مرد معروف كل الناس بعد التمرد وتموت غلا فيه أمراض واضحة فيه أمراض مش واضحة وقوات من موت من دون مرض من نتيجة حوادث معينة بس الموت هو محكم أنا بطرح سؤال تاني عليك وعلى المشاهدين مين بيقول أنه الموت شر صح ليش نحنا بحضارة بعدها بتتعامل مع الموت على أنه هو كش بره وبعيد على أنه شي مش طبيعي وخاصة عند المؤمن أنا إذا كنت مؤمن بعتبر أنه أفضل ما في الحياة هو ما بعد الموت فكيف يكون الموت شر إذا هو كان باب للحياة الحقيقية والحياة الأبدية وإلى موانين فإذا إحنا نبدأ نتعامل مع سر الموت بغير شكل بعتقد في كتير تساؤلات أصلا بطل نسأله الشيء الثاني اللي بيحاجي لأله المريض هو أنه يشعر أنه محبوب ويشعر أنه منه تقيل وهون دوركن يمكن مع العين والمقربين وهون دورنا مش بس معه إنما دورنا مع محيطه المحيط يلي كمان هو بيكون عم بعيني أوقات من الزنب وشوي شوي خاصة إذا المرض بيطول بتصير مش عارف حيله شو بده يعمل كيف بده يكون قريب وبذات الوقت خفيف وبذات الوقت عنده إنهميكات وعنده مصايبه وعنده مشاكله المادية والمعنوية والعاطفية والعائلية كم من المرات بتسخن أم بالبيت بتنهد العائلة كلها حتى لو كانوا مزوجين بيصير بنتها اللي بده تهتم فيها عند مشكلة مع زوجة وولادة لأنها عم تترك كتير البيت وابنة يلي عم يهتم فيها إذا مرته ما أجي تيمكن يصير فيه مشاكل هو إياها وبيصير هلأ بتصير جمعين واثنين بين حملو بس بتصير الخبرية أربعة شهور خمسة شهور ستة شهور وراحت على البيت وعا بيت مين عا بيتها بيت زوجة بيت حدا من ولادها مين عم بيطل عليها يلي مش مزوجي وبصير كل الهم عليها يلي مزوجين أو نسوينهم وإلى ما هونالك ها نصرت بالناحية الاجتماعية ولكن كتير من موجود كمان على أنه نساعد الأشخاص يلي بدون يهتموا بالمرضى وبيمحيطهم أنه نكون عندهم تنشئ بعتقد وأنا بحب استفيد من هاللقاء مع حضرتك على شاشة الأم تي في اللي دايما المشكورة لاهتماما بها الأبعاد هايدي نقول لكل المشاهدين ما بتكفي العواطف لحتى نكون حد مريضنا هوندل ما بيكفي بقى مثل ما كنا مع أنه كان كتير منيح حلقات كانوا يعرفوا أهلينا وقبلهم أجدادنا والمحب أكيد مهمة بس اليوم مثل كل شي عم نحاول نتسقف ونتعلم لحتى نعرف كيف بدنا نتصرف وحتى مثل نستعملها بالدارج اليوم من جوجل حيالله سؤال منفوت على الأنترنت ومنجيب معلومات كيف لازم نتصرف باعتقد ما بيحقلنا بقى أنه نتصرف مع مرافقة المريض من ناحية الروحية من دون ما يكون عندنا تنشئة إنسانية وروحية سليمة لحتى أوقات لأنه ممكن نعمل أخطاء كمان مزعجة ومؤذية من دون ما نقصد أكيد بنوايا كتير طيبة بس مثل ما بيقول المثل الفرنسي رح أقوله بالعرب بس أنه طريق الجهنم مبلطة بالنواية الطيبة ما بيكفي أن يكون نواينا طيبة ومشانا هيك نحن بهاللجنة عم نعمل تنشئات متعددة إذا بتسمحي لي نحكي عن تنشئات أكيد يعني هون اللي نصير نعرف يمكن أكتر شو لازم نقول وأي متى وكيف لازم نتصرف معها الشخص المريض تنشئة عب تكون للأشخاص المقربين لكن أيضا للتقم الطبي نعم نحن نحن عنا عدة مستويات من التنشئة أول واحدة منسميها التوعية يلي فيها تكون حلقة صغيرة مثل هايدي بس هي منا التنشئة هلأ عنا تنشئة منسميها التنشئة الأساسية يلي هي ثلاثين ساعة عم نعملها سوفورب يعني بشكل أما ويك أندين وراء بعضهم أما بشكل يوم على أربع مرات يعني أربع سبوتي أو شي مهن وهي زيتها هايدي تكنشئة هلأ رح تصير كور بالمعاهد الجامعية هلأ مثلا حلو يعني رح تدخل بقلب البروغرام بالعينش معهد التسئيفي مثلا بأونتلييس رح يكون فيه ابتداء من هيدا الفصل رح يكون فيه حلقة أسبوعية عن رعوية الصحة ثلاثين ساعة يلي عم بحكي عنا حتى نعطي تواريخ للمشاهدين تواريخ وبدنا كمية رقم التليفون ما تنسب الأخير السبت والأحد 24 و 25 تشرين الأول والسبت 31 تشرين الأول والسبت 27 تشرين الثاني يعني أربعة أيام في عنا تنشئة 30 ساعة بتعطي فكرة عامة عن رعوية الصحة بهذا الويك أند بعد ما تقرر وين عم بعطي التواريخ رح أعطي رقم التليفون رقم التليفون الصفحة ممكن يتواصلوا معكم على جميع الجهة رقم التليفون هو 03-29-66-05 03-29-66-05 والمشاهدين أصلا بيقدروا يتابعوا كل أخبارنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي بالفرنسي باسترال دولا سنتي رعوية الصحة باسترال دولا سنتي ومثل كل اللي بيعرفوا بفوتوا بيعاملوا لايك بيصيروا يسال لهم كل المشاريع اللي نحن عم نقوم فيها وهالرقم عفوا أبونا كمان ممكن يستعملوا لطلب المساعدة أي شخص ممكن يكون مريض وعايزكم بيقدر يتصل فيكم على هالرقم تمامين أكيد أكيد ونحن هلأ عم ننقلف خلية خاصة للتدخل الطار إلى مرافقة المرضى حتى لو بيأمكنين إحنا ما عنا بني ثابتة لجنة أو جماعة بعد بدي تضيف شغلي من ناحية التنشئة بفتكر تمامين رح تنزل على الشاشة يلي هي من بعد ما نعمل التنشئة الأساسية في أشخاص لازم يصيروا أكتر ليدر بهذا الموضوع وبالتالي عنا تنشئة مألفة من 35 رصيد جامعي هذا الشيء عم بيصير بجامعة القديس يوسف في المعهد العالي للعلوم الدينية وبياخدوش هادة جامعية بهذا الموضوع لحتى بدورهم يروحوا يكونوا عم بيشتغلوا مع المتطوعين يلي بمجال رعاوية الصحر بالمستشفيات والأبرشيات وبكل أماكن الصحر انتهى وقتنا للأسف لليوم أهلا وسهلا فيك الأب إدجار لهاي بطبعا المعلومات كلها ممكن يتواصلوا معكم على صفحة فيس بوك وعلى الرقم يلي أعطيناه اليوم حضرتك من اللجنة الأسقفية لرعاوية الخدمات الصحية في لبنان يعطيكم ألف ألف عافية أهلا وسهلا فيك شكرا جزيزي رح ناخد وقفة قصيرة ومن بعدها نكون مع رانديفو شكرا جزيزي شكرا فىكم